تعد الصين أكبر شريك تجاري لسينغافورا منذ عام 2013 وعلى الرغم من تفشي الوباء شهدت أسواق دولتين ارتفاعا في الصادرات المتبادلة وبلغت قيمة حجم التجارة الثنائية ما يزيد قليلا عن 89 مليار دولار أمريكي في عام 2020 وبلغت صادرات الصين إلى سينغافورا 57 مليار و 500 مليون دولار وفي نفس العام استثمرت الشركات الصينية 6 مليارات و 600 مليون دولار أمريكي في الصناعات في جميع أنحاء سينغافورا ما يمثل زيادة بنسبة 105% تقريبا على أساس سنوي كما استثمرت سينغافورا 7 مليارات و 700 مليون دولار أمريكي في الصين في عام 1994 وتم إنشاء حديقة سوتشو الصناعية وهي مشروع تعوني بين الصين وسينغافورا فضلا عن كونها منطقة تنمية اقتصادية على مستوى الدولة وذكرت وزارة التجارة الصينية أن حديقة سوتشو الصناعية تحتل المركز الأول بين 219 منطقة في الصين على أساس مستوى التنمية الشاملة أما الممر التجاري الدولي الجديد بين البر والبحر فهو مشروع مشترك آخر وتم توسيع نطاق انتشاره إلى 304 موانا في 106 بلدان ومناطق في جميع أنحاء العالم حيث يوفر الممر بديلا أسرع للشحن من غرب الصين إلى جنوب الشرق آسيا اشتركوا في القناة